موسيقى ينظم تضام الجامع المغربي اليوم ندوة بمناسبة اليوم العالمي المدرس تحت عنوان الخدمة الاجتماعية والعمل التضامني مدخل لتحفيز نساء ورجال التعليم وهذه المناسبة تأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي الذي كرسه التضام الجامع المغربي منذ سنة 2005 تكريما لأضاء الهيئة التعليمية ولدورهم الريادي في خدمة المدرسة العمومية وتقديم التضحيات في سبيل أداء رسالته من نبيلة التي هي رسالة التربية والتعليم رسالة الرسول والأنبياء ومما لا شك فيه أن التضام الجامعي كان له الفضل والريادة في الاحتفال بهذه المناسبة التي كرستها فيما بعد سنة 2011 وزارة التربية الوطنية المناسبة هذه هي لتكريم رجال التعليم ونسائه لما يبدلونهم من جهود ومن تضحيات في سبيل تربية النشأ وهو أيضا عمل أو مناسبة لتكريم نساء ورجال هذا التقليد كذلك خطه التضام الجامعي لتكريم نساء ورجال التعليم لما يبدلونهم من طيات بالنسبة لنا في التضام الجامعي المغربي نحن نعمل من أجل إقامة مدرسة ديمقراطية حدادية مدرسة تعيد الاعتبار لعضاء الهيئة التعليمية تعيد الاعتبار للتعليم العمومي لأن المدرسة العمومية هي المكسب الوحيد الذي امتلكه الشعب المغربي في الاستقلال لقد تم توزيع الكعكة في إكسليبان بين أطراف كثيرة ولا يستفيد الشعب المغربي إلا من المدرسة العمومية والتي تمت محاربتها فنحن نعمل في التضام الجامعي من أجل صيانة المدرسة العمومية من أجل شرف المهنة وكرامة العاملين فيها شعر ديالكم كيدوا على النهضة التربوية فكيف نقدر نحق النهضة التربوية؟ هو النهضة التربوية راهينة بإرادة سياسية حقيقية للإصلاح لأن هناك صراع بين قوة كثيرة تتجذب التعليم لأن من يملك التعليم يملك المجتمع يملك الفكر يملك التوجيه ولذلك أعتقد أن الظروف الدولية والتحولات العالمية تفرض على المغرب أن يعيد للمدرسة العمومية اعتبارها وأن يعيد للمدرسين أو المدرسات قيمتهم وتقدير مكانتهم والدور الذي يقومون به كيف نقدر نحفز الأطر التربوية على الخدمة الاجتماعية والعمل؟ هو البيان الذي أصدره التضامن الجامعي هذه السنة وسيسلمكم نسخة منه يتحدث أنه لا نهضة تعليمية بدون نهوض بأعضاء الأسرة التعليمية بتكريمهم، بتشريفهم، بتحفيزهم بتوفير الشروط المادية والنفسية والأدبية للقيام بدورهم في المدرسة العنصر البشري هو عنصر أساسي بدونه لا يمكن الحديث عن أي تغيير أو عن أي تحول في المنظومة التعليمية ولذلك أكدنا في هذا البيان على ضرورة الاعتمام أولا نحل المشاكل العالقة والمشاكل القائمة في المنظومة التعليمية وهناك بطبيعة الحالة للإدارة تعمل الآن على إخراج نظام جديد نأمل أن يتلافى الأخطاء والمشاكل التي تنجم عن كل نظام جديد الثاني لا بد من تحفيز الأطر الإدارية والتربوية وكل عاملنا بالغطاع من أجل تحقيق الطموحات التي تسعى الإدارة الدولة إليها لإنجاز التغيير المرتقب